الوجهة قرية الشهيد رائد رجع عمار ببلدية مسكيانا ولاية أم البواقي وصلناها في ساعة متأخرة من ليلة السبت إلى الأحد بينما كان الأطفال نياما والمنتخبون المحليون غائبون هنا مضرورين أخرنا في الكومة هنا 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 ما نسعب وياله شو ما نسعب وياله هنا سكان القرية عبروا لنا عن هلع كبير أصبهم عقبتها طل الأمطار الرعدية لحسن الحظ السيول الجرفة سالت نحو واد بعيد عن المنطقة جاء الفيضان مهم الواد هذا راح يدينه إحنا ما فهمت عنده واحد العامين أو ثلاثة كذك ساعة ساعة ويجينا فهمتيني سكان قرية الشهيد الرائد رجع عمار مستؤون من أوضاعهم التي تتفاقم كلما تدهولت الظروف المناخية بداية بانقطاع التيار الكهربائي هذه كلها الدقيجين حملة الضرهم ما عندناش أمور تعنا واضحة هنا أبس الأمور بلك أبس الأمور هكتشف الناس كلب الضوء إلى إحنا الليلة هذه كل وين تكون شوي ريح ولا شوي نو السلام عليكم هكتشف بعينك أخويا يعني كل عام كما هك حنا حاجة ربي سبحانه ومرحبا لك نيتي حنا نطلبه في الإعانة بهن نحو القرمود ونديره الضالة بالنسبة كذلك تما قمنا بإحصاء كذلك الاحتياجات فيما يخص السكنات المتضررة يعني تضرر يفوق 70% راي حصيناها إن شاء الله الملفات إن شاء الله راي يتم إعدادها يوم غد إن شاء الله وتقدم لسيد ويليا من أجل بغرض الاستفادة من إعانات إعانات البناء الريفي إن شاء الله السكان متذمرون من أوضاعهم المعيشية سيئة ناقمون على رياب المنتخبين المحليين خاصة في مثل هذه الظروف المناخية العسيرة فمتى يصل الغاز وتتجسد الوعود التي طال أمدها ترجمة نانسي قنقر